بهذه الحلقة قررت كون انا منجم السيارات الكهربائية الفلك الوحيد بالعالم العربي اللي احرق لكم شو هيصير بالعشرين تلاتة وعشرين بما يخص السيارات الكهربائية باوروبا وبالعالم بشكل عام فخلوكم معي لبعض الشهر احكيكم عن توقعاتي ورؤيتي للمستقبل واهم توقع شفتوا انه ايدي بالعربي اللي حتكون قناة رقم واحد عم ستوى العالم العربي واوروبا بما يخص موضوع السيارات الكهربائية لاني شفت محبة هائلة من المتابعين هالقناة اشتراكات على لايكات على كومنتات على ما باعبش يعني شي شي مرعب كتير فخلونا هيكي مع بعض متفاقلين بهاي السنة ولكم كل سنة متوسالمين خلونا نبدلش حلقة مباشرة بعد الشهد لنحكي عن ما يخبئه الفلك بالعشرين ثلاثة وعشرين لازم نستعد احداث عشرين ثلاثين وعشرين عن السيارات الكهربائية شو صغل معنى بهاي السنة اول ش هذين بالسنة كانوا رائعين ممتازين العالم عم يتعبها من كورونا الانتاج عم يزيد الطلب عم يزيد عم السيارات الكهربائية الاسعار عم تستقر العروض عم السيارات الكهربائية كلمال عم تكون افضل وافضل وعدد السيارات الكهربائية يعني الطرازات عم تكون اكتر بالسوق كل الامور ايجابية من شهر ثلاثة ولاخر السنة الحقيقة امور اختلفت المنحة اخد اتجاه عكسي لعدة اسباب اهم سبب هو الغزو روسيا لاوكرانيا وما تبعه من مشاكل العلاقة بزيادة سعر النفط والغاز ومشاكل تبع غلاق اسعار الكهرباء باوروبا بالاضافة لنقص بالمواد الاولية والتصدير والعقوبات يعني مشاكل كتير خصوصا باول اشهر بالسنة شهر ثلاثة واربعة ادى لزيادة اسعار السيارات الكهربائية بشكل مباشر بسبب نقص بالمواد الاولية والمعادن اللي بتجي تحديدة من روسيا واوكرانيا بالاضافة للمشكلة الاساسية اللي عاشناها بالعشرين اتنين وعشرين وهي التضخم هي اللي اثرت على اسعار السيارات الكهربائية وخليتها ترتفع كتير متل اسعار باقي السلعة كلها يعني فعشنا حالي وما زلنا عايشين للحديث اللحظة التضخم ادى لزيادة اسعار السيارات الكهربائية بطريقة جنونية يعني مواطن الاوربي لنهاية العام عم نشوف انه السيارة الكهربائية سعرها صار غالي كتير الكهرباء غالية كتير وصار يسأل حاله سؤال كتير مهم كيف لاح توفي معه اشتري سيارة كهربائية غالية ويشحنها الكهرباء غالية يعني فكرة كلها صارت مستهجنة عنده انه يبدل وهي غير انه بعض الحكومات الاوربية خصوصا حكومة سويد المجيدة الله يخليناها الجديدة طبعا قررت انه تلغي مكافأة المناخ اللي بتنعطيها على السيارات الكهربائية اللي كان اميتها سبعين الف كرون لكل حدا بشتري سيارة كهربائية جديدة فعمليا لغتها هيك بشهر اداعش وقفت الفكرة كلها معت بدياها وهذا الشي كان بشكل حافز مهم لأي حدا حيبشتري سيارة كهربائية بهاد بلد ويايت انتو تخبروني شو صاير عنكم ببلدانكم بموضوع حوافز سيارة كهربائية بالدول الاوروبية اللي مقيمين ارجو انو تخبروني بالتعليقات شو وضعها هلا حاليا وحتى اذا فيه شي هيك شي بالدول العربية يعني امارات قطر او سعودية اللي حدا متابعنا من هناك هكون سعيد جدا اني اعرف اخباركم تقولي اها بالتعليقات عكل حال هيك خلصت السنة عشرين اتنين وعشرين بلشت بطريقة هيك وردية ولطيفة وحلوة وانتهت بطريقة سوداوية ومظلمة شوي طيب شو مخبينا الفلك لعشرين اتو عشرين من احداث حاولت انا هيك اعود واصفهم بالحيطان وقلقوا صور من المستقبل هيك وحاولت ترجمها او اكتوبكم اياها مثل هم بيعملوا زملائي الفلكيين اي ما قدرت اعها القصة انا رجل تبع ارقام وتوقعاتي كلها مبنية على ارقام وداتا بشوفها بحللها بقراها وبطلع بشي يعني ما بعرف انا هدول القصص طبع التوقعات والفلك بس عكل حال يعني من الداتا اللي موجودة بين ايديي من الارقام اللي شايفة تلع معيني توقعين عن المستقبل عن السياة الكربائية بيخصوا الاوروبا وبالعالم فينا نقول عنهم بس لا تخافوا كتبتلكون ايهم بطريقة الاستاذ ميشيل حايق كتبتهم عوارقة بيضة كمان مثله تمام هيك شايفين ولحقلكون ايهم هلا واحد افلتان اول صورة شفتها اول توقع شايف المواطن الاوروبي عم يتخلى عن محبوبته السيارة الاوروبية وعم يفكر محتار اي سيارة كهربائية صينية يختار صينية حقيقة هذا ليس توقع قد ما هو حقيقة احنا عايشنا هلا حاليا اذا رجعنا عشرين عشرين ومساكنا اي مواطن الاوروبي وسألنا شو بتعرف ما كانت سيارات صينية بشكل عام كهربائية وغير كهربائية غالبا تسعى وتسعين بالمئة حيقول لك ما منعف ما عامتم فكرة بالعشرين وواحد وعشرين وغم خبرتي انا بمجال السيارات ومجال السيارات كهربائية والارشيفي اللي عندي رجعت بحبشت ودورت لقيت فيه ثلاث سيارات فقط صينية موجودة بالسوق السويدية والسكندنابية وواحدة منهم هيك اخدت يعني صيد حلو اللي هي ام جي زاد اس لانه كان سعرها رخيص كتير ومواصفاتها مقبولة جيدة الحقيقتان بالاضافة لسعر تأجير الشخصي اللي زي انتبعها كان كتير خيص اخص من الفجل فعمليا صار عليها طلب شديد كتير ومباعد طريقة جيدة واهم شي كمان فتحت الباب لباقي المركات السينية اللي يدخلوا اكتر من 20-22 20-22 قبل ما قالكم عدد سيارات كهربائية السينية الموجودة فيها طلعت هيك على كل المصنعين الاوروبيين للسيارات المرموقين وغير مرموقين كل المصنع ايروبي عنده مركة ايروبية بروزفاقين اودي بي ام دابليو بمرسيدس الا الاخرين من هذه القائمة الطويلة طلعتهم حديك حطيتهم عجاب وعديت عدد سيارات كهربائية الموجودة عندهم غازات سيارات كهربائية فتلي معي بالقائمة في عنا 24 سيارة كهربائية سواء كانوا سياحية ولا نقل ولا حتى فانات 24 سيارة للمصنعين ايروبيين بالمقابل حطيت المركات الصينية الموجودة بسويد فقط يعني وعديت عدد سيارات كهربائية الموجودة عندهم ام طلع معي عدد السيارات الكهربائية حاليا بسويد 24 سيارة يعني تصوروا 24 سيارة منقابل 44 سيارة يعني اذا جمعت الاثنين مع بعض بطلعوا 66 سيارة كهربائية موجودين بالسوق 35% منه سيارة كهربائية الصينية في 2021 كان في ثلاث سيارات فقط كهربائية في 2022 كان في 24 سيارة كهربائية صينية نسبة النموية جماعة 100% نسبة مرعبة و في 2023 لا تخف هذه النسبة ممكن تزيد اكتر سيارات صينية حتى اكتر من سيارات الاوروبية طبعا انا ما دخلت الامريكي والياباني والكوري تعالكم هيك عاجلنا بهدول نحكي فيون الله حقا بس تخيلوا معي هالرقم قديش كبير تخيلوا معي انه اي حدا مننا في 2023 او بعد بده يشتري سيارة كهربائية اجباري لحيحط ضمن خياراته سيارة كهربائية الصينية ما مو بقي دورين وخصوصا انه سيارات كهربائية الصينية مرطية رنج واسع من السيارات يعني عندك من السيارات الصغيرة سيتي كار لسيو في الكبير لسبع ركاب وحتى سيارات نقل ولا سيارات فانات كل شيء موجود عندهم والنطاق من بطاريات الصغيرة لأكبر بطاريات ومن الكواليتي المقبولة العادي جدا جدا لأفضع الكواليتي بتنافس احسن منتجي سيارات فعمليا يعني ما فيك تخضب منهم محوطيننا جماعة من كل الجنب الصينيين قادمون لمحالة الحرب الجديدة هتكون حرب السيارات الكهربائية بين الصين وباقي الدول العالم قريبا جدا في الأسواق انتظروا هالشي يعني بنحكي عن التوقع الثاني الصورة الثانية اللي شايفها العشرين تلات وعشرين للسيارات الكهربائية بتقول اغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عايشينا الرمز السودوية اللي حتنا خلصنا فيها هي السنة متل ما حكينا الا اني شايف اسعار السيارات الكهربائية عم تنخفض وبشدة طبعا هادي توقع وأمل يعني بس بنيتها توقع على ثلاث نقطة رئيسية اولا الطلب عنصر الطلب عنصر الطلب على السيارات الكهربائية رغم انه بالعشرين اثنين وعشرين الحقيقة بتقول انه الطلب على السيارات الكهربائية زاد بنسبة 55% عن عشرين وعشرين وعشرين عم نحكي هون هالأرقام بالسويد ولكن برجع بقول السويد بتعكس مجموعة دول كاملة انا بعتقد هالأرقام فيك تعمموها تقريبا على الدول الأوروبية اذا مبيعات زادت بنسبة 55% ولكن توقع الشخصي الطلب على السيارة بالسنة الجاي مع ازدياد ازمة التضخم والركود لاحيخف اكيد ماحيضل بهالقوة ماحيكون نمول مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا بنفس القوة بالمقابل حيزيد العرض نحن شفنا انه هناك 66 موديل سيارة كهربائية موجودين بأوروبا واذا تضيف عليهم السيارات الامريكية والكوري والياباني سيطلع عددهم فوق 80-85 سيارة كهربائية تقريبا فهدول كلهم قابلين لسه يسوي فوق المية و 15 سيارة مثلا السنة الجاي ابصر قديش ما عندي فكرة انا واضحة فانتي عندك 100 سيارة كهربائية بدك تختار بيناتهم كل سيارة من هدول المنتج تبع حاطط له خطة مبيعات حاطط انه انا بدي بيع من هاي السيارة السنة الجاي جدلاً 10.000 سيارة فوقت يشوف انه خلال اول ربع او ربعين من السنين ما عمي يبيع الرقم اللي بده فاكيد عنده حل من حلين ياما بده يعمل حوافز اكتر رافعات لازيد مبيعاته من خلال يخفض الاسعار يعمل عروض اكتر على الليزينج يساعد يعني بهذا الموضوع اكتر وهذا الشي لح يساعدنا نحنا انه نمتلك هذول السيارة ياما لحيوقف الانتاج يعني ما عنده حل بديد فنقص بالطلب وزيادة العرض هذول النقط مهمة كتير لح تخلي السعر ينزل بالاضافة لانه النقطة الثالثة والمهمة حقيقة هي موضوع التضخم هذا اللي عايشينه ونحنا لحيصل لزرطه ويوقف عن حد معين نقطة معينة ومن بعد حترجع تثبت الاسعار عليها ومن بعدها شوي شوي حيبلش يجع ينزل لمستويات قريبة من مستوياتنا نحنا عايشين ما هي بصير يضل هيك الوضع مو منطقي فهذا الموضوع كمان متوقع يصير بنهاية السنة الجاية حسب اللي قريته من بعض الخبراء واذا صار يعني انا بشوفه للسيارات الكهربائية في عنا كمان موضوع الطلب والعرض حيلعب دور كتير مهم بالاضافة لموضوع معالجة التضخم فكل هذول القصص انا بشوف بنهاية سنة سيارات الكهربائية في عام 2023 اسعار سيارات الكهربائية نحو استقلال وهبوط وفي عروض كتير حترجع تصير فاللي عنده خطة تشتري سيارات الكهربائية في استنى شوي يعني اتلس 6 شهر زمان ما يستعجل هلا الوضع كتير نكركب السوق اسعار كتير عالية والعروض كتير قليلة وحتى الانتاج ضعيف فخلونا نستنى مع بعض ونشوف هذا كل شي عندي توقعات لسيارات الكهربائية في عام 2023 اذا عانتوا عنكم كمان توقعات هيك شايفين شغلات انا مش عارف ايهاي تكبول اياها بالتعليقه حكون كتير مبسوط اني اقرها وحكون كتير مبسوط اذا بتعبو حلقاتي كمان كلها بالعشرين وثلاثة وعشرين واذا داي خلوكم بتعبو حلقات بالعشرين وثلاثين وثلاثين مو غلط يعني ما في شي غلط بالقصة وبنهاية الحلقة ما فيني اقلكم غير كل عام وان شاء الله سنة سنة سعيدة على الجميع لالكم والاحبابكم والاصدقائكم وان شاء الله تكون وجه خير لالكم ولالنا وللجميع وعالمحبة نلتقي كان معكم باسم وهذا ايفي بالعربي ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة